تركوا الأهل والأوطان والديار وهاجروا إلى الله رب العالمين ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله حتى لو لم يصل فقد وقع عجره على الله فالشاهد في تضحية وفداء وبذل وعطاء لا مسيلة له دي النقطة الأولى نقطة الثانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر بعلم الأمة درس درس عظيم إحنا في حاجة إليه تنظيم تخطيط الأخذ بالأسباب قلنا لو أراد ربنا ذلك لأن القضية لو نجات سيدنا النبي هيحمله على البراقف دي واحدة هيكون في المدينة المنورة وتنتهي القضية لكن لا شوف سيدنا النبي ينظم ويخطط ويضع لنا خريطة وعن حجرة عمليات وكل شيء فيه قائد فيه مساعد للقائد فيه مسؤول عن التموين فيه مسؤول عن استخبارات فيه مسؤول عن الطريق فيه مسؤول عن رفع الأثر كل شيء هتجده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤول الطريق ده لم يكن من المقربين لم يكن مسلماً ده مشرك بس فيه ثقة وهو يعلم ضروب الطرق الفرعية مش الطرق الرسمية وبعين جبال وإلى آخره كما رأيت فيه على طول الطريق فالشاهد أن سيدنا النبي أخذ بالأسباب حتى فيه لما كان متعود يزور سيدنا وبكر وقته أحد طرفين نهار يعني إما يزوره صباحاً أو مساءاً كان دايماً اللي يزور واللي يخرج إما صباحاً وإما مساء لكن سيدنا النبي خرج وقت الظهيرة حتى لا يراه أحد وذهب إلى سيدنا وبكر عشان كده سيدنا وبكر لما علم لما علم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي في الوقت ده قال لأمر حدث لابد يكون فيه حاجة حصرت أن مش عادة النبي يخرج في الوقت ده ومش عادة الناس أنهم يكونوا خارج البيوت في الوقت ده وقت حر حر يعني فدي برضو زي ما يكون واحد إيه عايز يروح لواحد في السر فيروح له الساعة اثنين بالليل ثلاثة بالليل ده كان قديماً بس الوقت برضو العملية بقت إيه الليل والنهار أو يعني ما شاء الله فديش وبعين يقول له أخرج من عندك آه يعني عايز يتحدث إليه منفرداً آه بقول له أسماء وعائشة أخرج من عندك ويديه ويعني يديه الخبر بمؤمر الهجرة سرية تامة يبقى هنا سرية تامة وأخذ بالأسباب طب لما ريجي هيسيب البيت يبقى سيدنا علي نام مكانه لمهمة يهامل طبعاً في في أربعين شاب بقوة بتوع مصارعة عجلسين أمام الباب بس يقول إيش برضو برغم الشرك والضلال لكن كان في ميزة عندهم يعلمون للبيت قداسة يعلمون للبيت احترام وتقدير ما يقتحمش البيت ويقتل هو عايز يقتل الواحد لا يقتله في بيت ولا يدخل عليه في البيت لأن البيت ده له قداسة البيت ده له احترام البيت ده له تقدير ده رغم الجاهلية رغم الجاهلية والضلال لكن عندهم البيوت لها قداسة حرمة 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 البيوت لكن عايز يقتلهم يخرج خارج البيت فالأربعين شاب اللي كانوا قاعدين كانوا ممكن يقتحمهم أربعين واحد كده قوات خاصة وبعدين مش بيوت يعني بالجنزير ولا بالحديد ولا بتاعدة كده خلاصة فتح لكن لا فإهام القوم إن سيدنا النبي مازال موجود وسيدنا علي يقوم بأداء الأمانات إلى أهلها وسيدنا النبي يخرج طيب الهجرة دي الصحابة سبقوا سيدنا النمسى صلى الله إلى اليمن ولا إلى المدينة إلى المدينة يبقى اللي هيهاجر هياخد الطرق الموصلة من مكة إلى المدينة لا سيدنا النبي راح جامل تجه جنوبا كأنه راح ناحية اليمن ويجلس في مكان ثلاثة أيام ليه قريش وضعت جائزة كبرى جائزة دي لا مثيلة لها إلى الآن مئة ناقة الناقة دي كانت أيامه بتمثل طائرة شو بقى قيمة الجائزة قده من يأتي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت قريش خرجت كلها كل الطرق المؤدية إلى المدينة انتشروا فيها مسحوا المكان نهائية كله كله من صغير وكبير وفرع وكله عمين يبحث بسيدنا النبي برضو عالف إنهم هيخرجوا هيبحثوا فين في الطرق المؤدية إلى المدينة لا إحنا هنتجه جنوب خالص ده الشمال وهم أخذ الجنوب كأنه راح ناحية اليمن مش حد هيفكر أبدا إن سيدنا النبي هيروح ناحية اليمن هو ده ترجمة نانسي قنقر